والله جل وعلا يقول في القرآن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ومولانا يقول في القرآن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس سدنا النبي رحيم سدنا النبي إنسان لكن بش إنسان عادي إنسان يوحى إليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه يعني سدنا النبي بشر أي وبشر ولكنه ليس كبقية البشر محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجري بيعلمنا سدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى نمل بيعلمنا سدنا النبي أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل بيعلمنا سدنا النبي أن البسمة في ديننا عبادة بيعلمنا سدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يحيا في الدنيا كأنه يعيش أبدا ويحيا للآخرة كأنه يموت غدا بيعلمنا سدنا النبي أن نجعل الدنيا مطية للآخرة تزود من حياتك للمعادي وقم لله واجمع خير زادي ولا تركا إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي مع شرف الصحبة التي كان فيه أصحاب النبي إلا أنهم حارصوا على بذل المجهود لطاعة الواحد المعبود يبذل جهده ويبذل قصار جهده في طاعة الله جل وعلا الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة علمها القناعة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن استعملهم في طاعته اللهم كلنا عونا معينا وكلنا ناصرا ونصيرا خذ بتلابيب قلوبنا لما يرضيك عنا اللهم اجعلنا نشتاق إلى نبيك والجنة واجعلنا في جوار رسولك والصحابة احشرنا معهم وإن لم نعمل بعملهم لا تمكن الدنيا من قلوبنا واجعلها تحت أقدامنا اجعلها في أيدينا ولا تمكنها من قلوبنا واجعلها مطية للآخرة آمين آمين يا رب العالمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة